السور الأولى للأم وأبنائها السلاسة ضحايا حريق شقة الطلبية حريق مأساوي وقصة مأساوية وهنعرف سبب الحريق اللي أودى بحياة أم وأبنائها السلاسة وأن الزوج بيصرع الموت حتى الآن كانت كشفة المعينة والتحقيقات الأولية لحريق شقة الطلبية اللي راه ضحيته سيدة وصغرها السلاسة أن النيران اشتعلت في شقة دوبليكس بالطابق الخامس والسادس على مساحة 160 متر يعني العقار حوالي 7 طوابق الشقة بتاعتهم كانت شقة دوبليكس أخذ دورين حوالي 160 متر أخذ الطابق الخامس والسادس وهم كانوا في البداية كانوا يعني الأم اللي يرحمها وولدها الثلاثة وزوجها كانوا بيزوروا أسرتها وبعد كده رجعوا بيتهم في الطلبية في وقت متأخر من الليل ودخلت الأم والزوج طبعا يناموا في قدتهم والأبناء الثلاثة في قدتهم التانية لكن للأسف حصل ماس كهربائي من التلاجة واشتعلت النيران بسرعة البر وحاولوا هما طبعا يصرخوا ويستغيثوا جيران حاولوا يخشوا ينقذهم لكن معرفوش فاتصلوا بالإسعاف زي ما قلت شاءتهم دوبليكس في الطابق الخامس والسادس مئة وستين متر بسبب ماس كهربائي في التلاجة التهمت النيران كل محتوى المكان والسببات في وفاة السيدة وأبناءها الثلاثة وزوجها يعني مصاب بإصابات خطيرة جدا تبايا من خلال الفحص والتحقيق أن الزوجة عادت مساء أمس للشقة بعد زيارة أهلها حوالي ساعة اثنين بالليل اشتعلت النيران بالشقة مما تسبب في وفاة الزوجة والأبناء الثلاثة وأصفر الحريق عن إصابة الزوج وتمت السيطرة على النيران كانت السيدة وأطفالها الثلاثة لقوا مسرعهم وصيب الزوج وهو بيصرع الموت بسبب حالية شايتهم في منطقة الطلبية والإبنة عبارة عن إبنة عندها ثمان سنين واثنين من الأبناء ست سنين وثلاث سنين طبعا تم نقل المصاب لمستشفى أم المصريين بالجيزة والجسامين الأربعة لتلاجة حفظ الموتة بالمستشفى ربنا يرحمهم ويحسن إليهم يا رب حدا صعب قوي وربنا يسترها على الجميع يا رب إن شاء الله